هانا صباح الفل عليك اتفضلي احنا سمعينك يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي وزي ما عودناك دايما هننقلك كل الاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي وفرق الرياضية المختلفة لكن بالتأكيد قبل ما ابدأ بقى اخباري النهاردة اكيد حاب اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين يعني دي اول حلقة ليا معاكم في عشرين اربعة وعشرين ان شاء الله بقى تكون سنة مليئة بالانجازات لكم وطبعا للنادي الاهلي حقق مزيد من البطولات والارقام القياسية وتكون سنة مليئة بالبطولات والارقام الجديدة ورفوز في المباريات المهمة جدا نبدأ بقى اخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الاول لكرة القدم خلاص الفريق هيستأنف تدريباته مرة اخرى يوم الخميس القادم ان شاء الله يعني كان واخد طبعا راحة من التدريبات يمكن بعد التتويق ببطولة السوبر المصري يعني كان اللعيبة الحقيقة محتاجين قوي الراحة دي لانه اكيد كان عندهم ضغط كبير من المباريات كانوا بيشاركوا فيه عدد كبير قوي من البطولات سواء طبعا بطولة الدوري بطولة دوري ابطال افريقيا بطولة كأس العالم للاندية واخيرا السوبر المصري اللي طبعا قدروا يتواجوا به فاكيد كانوا محتاجين فترة من الراحة عشان بقى يستأنفوا التدريبات مرة اخرى يوم الخميس القادم ويبدأوا بقى فترة الاعداد للبطولات والمباريات القادمة ده طبعا بسبب التوقف الدولي فبتأكيد بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي ان شاء الله بقى يعودوا مرة تانية ويفوزوا في جميع المباريات زي ما عاودونا دايما ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكرة القدم خلونا بقى نروح لالعاب الاخرى والحياة المبارح كان يوم حافل بالمباريات والانتصارات سواء في لعبة كرة السلة او كرة الطائرة خلونا في البداية نبدأ بلعبة كرة السلة وسيدات كرة السلة الى نصف نهائي بطولة كأس مصر ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا امس على فريق مصر للتأمين بنتيجة 96-34 حان هما عملوا مباراة كبيرة جدا يعني قدروا ينهوا الكوارتر الاول بنتيجة 30-10 كوارتر التاني بنتيجة 57-13 كوارتر التالت بنتيجة 77-29 والكوارتر الرابع والاخير قدروا يوسعوا الفارق وينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 96-34 طبعا المباراة كانت مقامة على صالة مركز شباب الجزيرة الساعة 8 مساء وزي موقت الحياة المصيدات كرة السلة زي ما عاودونا دايما عملوا مباراة كبيرة جدا فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة كمان بقى رجال كرة السلة المبارح كان عندهم مباراة ايضا مهمة ورجعوا مرة اخرى للمباريات الحياة انهم يمتعونا كان عندهم مباراة امس في ذهاب دور الستاشر من نهائي دوري السوفر مباراة كانت امام سريق الطيران وقدروا زي ما قلت حققوا فوز الحياة بفارق كبير يعني انه المباراة لصالحهم بنتيجة 86-57 خلوني انقلكوا تفاصيل اكتر عن المباراة انه الكوارتر الاول بنتيجة 25-17 كوارتر التاني بنتيجة 46-29 كوارتر التالت بنتيجة 73-44 والكوارتر الرابع والمباراة بنتيجة 86-57 عشان يكونوا حققوا خطوة من طبعا دور الستاشر مباراة العودة ان شاء الله هتكون يوم الخميس القادم بالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق واكيد بقى عندنا الطاقة كاملة في رجال كرة السلة نروح بقى للعبة كرة الطايرة وانبارح فتيات الذهب ايضا كان عندهم مباراة امام فريق الشمس المباراة دي كانت ضمن منافسات بطولة الدوري قدروا ينهوها لصالحهم بنتيجة 3-0 الحقيقة انهم عملوا ايضا مباراة كبيرة جدا سيطروا على جميع الاشواط والحقيقة فازوا في الاشواط بفرق سكور انه الشوت الاول بنتيجة 25-15 الشوت التاني بنتيجة 25-18 والشوت التالت بنتيجة 25-16 عشان بقى يقتنسوا ثلاث نقاط جدا يعني هم اكيد متصدرين جدول الترتيب والمجموعة بتاعتهم فازوا في جميع المباريات بالعلامة الكاملة ان شاء الله بقى المرحلة القادمة من بطولة الدوري هتبدأ في شهر فبراير المقبل فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق كمان معينا اخبار متعلقة بالرجال الماسترز النهاردة ان شاء الله هيكون عندهم مباراة الساعة 6 مساء مباراة هتكون امام فريق سموحة هنا على صالة الامير عبدالله الفايصل ضمن النافسات بطولة الدوري وكمان خلينا يقولكم انه هم بالفعل بيخودوا دلوقتي مران صباحي ساعة 10 صباحا يكون عندهم مباراة الساعة 6 مساء ده طبعا ضمن المرحلة التانية من بطولة الدوري خلينا اقولكم انهم مأنهوا المرحلة الاولى بالعلامة الكاملة والمرحلة التانية زي ما قلت دي تاني مباراة لهم النهاردة ان شاء الله مباراة الاولى كانت امام فريق القناة وقدروا ينوى لصالحهم بنتيجة 3-0 وكده هيكون متبقي لهم مباراة واحدة قبل التوقف هتكون امام فريق سبورتنج في سبورتنج طبعا بعدها بقى هيكون في فترة توقف للمشاركة مع المنتخب الوطني شان يشاركوا في تصفيات المؤهلة لدورة الالعاب الافريقية فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي وبالتأكيد لمنتخبنا الوطني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضية المختلفة واكيد مش هيفا نكون بنتكلم على اخبار الفرق الرياضية نتمنيش كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلاص يعني ايام قليلة اكيد بتفصلنا عن كأس الامم الافريقية اكيد بقى كل المصريين حيامستنين البطولة عندنا امال وطموحات كبيرة جدا في منتخبنا الوطني اكيد منتخب مصر لأرقام كبيرة جدا في هذه البطولة فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق يمكن بقى يا نهواندو يا كريم خليني اقولكوا انه النادي الاهلي بيشارك منه عشر لاعبين مع المنتخبات سبعة مع منتخبنا الوطني وثلاثة مع المنتخبات الاخرى سواء طبعا علي معلول مع منتخب تونس او بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا او اكيد اليو ديانج مع منتخب مالي حدا بيبين اكيد كواليتي لعبي النادي الاهلي اللي اكيد بتكون موجودة وعامل اساسي في منتخباتها الوطنية بالتأكيد هنكون بنتابع مجموعة مصر لكن كمان هنكون اكيد بنتابع المجموعة الستة اللي هيكون متواجد فيها الحياة ثلاث منتخبات سواء منتخب تونس بمشاركة علي معلول او منتخب جنوب افريقيا بمشاركة بيرسي تاو او منتخب مالي بمشاركة اليو ديانج يعني بالتأكيد هنكون بنتابع هذه ايضا المجموعة عشان ندعم اكيد لعبي النادي الاهلي لكن في النهاية اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يعني يا كريم انا هوندي دي كانت ابرز اخبارنا النهاردة معاكوا طبعا لو عندوك اي استفسرات والان العودة لكم مرة اخرى في الستوديو الحقيقة مفيش غير كل الشكر لكي زمالتنا العزيزة هنا ابو قاسم على هذه التغطية الكافية والوافية كالمعتاد شكرا جزيلا لكي وطبعا عندها حق في التفصيل الآلف دي هو طول عمر الحقيقة النادي الاهلي خط امداد وتموين انجاز التعبير يعني للمنتخبات المختلفة صحيح